الدين الخارجي في تركيا 2009 و2019 رقم بسيط جدا عشان ما نتوقش الناس 2009 كان 276.8 مليار دولار تركيا كان عليها كام 276.8 مليار دولار دون في 2000 وكام 2009 2019 بعد مره عشر سنوات بقى كام 457 مليار دولار انا بس نفسي الاخ ابو لسن طويل الاخ ابو عقل بلا عقل الاخ العميل الخاين معتز مطر ومحمد ناصر وهم بيتكلموا على الدين في مصر والاقتصاد المصري مفيش حد فيكو يعني يطلع راجل وانتو مرعا مش رجالة طبعا ولا متربيين بس حد فيكو عندو شوية دم طبعا ما عندكوش دم المفروض ما كلمهمش قدل دين 276 بقى 457 في عهد مين في عهد اردوغان حزب العدالة والتنمية هل هناك هل هناك تراجع وفشل اكثر من هذا في عندك فيديوهات ليها حاجة تانية نكشف ونشوف تركيا في عهد السلطان عهد السلطان قدامكم الديون الخارجية 457 مليار دولار 457 مليار دولار صاف الدين الخارجي بس 300 مليار دولار فاصل اربعة صاف الدين العام 355.9 مليار ليرة الدين الحكومي 990 مليار دولار دولار انتو بتقروا ارقام دي انا بقول ارقام دي احنا بنقراها بنرجعها ادي حقيقة الاقتصاد التركي لما يطلع اردوغان يهلل ويقول ايه يطلع ويهلل ويقول انه علي حرب اقتصادية من امريكا عشان يدغط المشاعر الجماهية حقيقة الامر عنده ادارة فاسدة جوز بنته جوز بنت اردوغان بيراط البيرق اللي هو وزير المالية اللي هو في فترة حكمه في فترة توليه لوزارة الخزانة انهارت العملة انهارت الليرة سعر الليرة في 32 يوم الدنيا خير بتعنده المصارف التركية قالت ستشهر افلاسها منظمات التقييم الدولية زي مودز وفتش وغيره قالوا انه الاقتصاد التركي بيقع كل ده في 32 يوم يبقى الفساد صهره اللي هو جوز بنته مسك الخزانة خرب الاقتصاد الديون زي ما انتوا شايفين 457 مليار اصاف الدنيا الخارجي 300 مليار بس والدنيا الحكومة 990 شاطرين بس يتكلموا علينا واحنا مش عارفين يدفع عن انفسنا بقول تاني ان اقتصادنا قوي اقتصادنا هيكلي عندي سياحة عندي زراع عندي جيستيك عندي صناع عندي بترول عندي تعدين عندي اثار عندي قوة بشرية عندي 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 فانا طالع لانه انا ما كانش عندي مشروع اصلاحي عندي مشروع اصلاحي فطالع العملة بتاعتي في اربعة احداشر الفين وستاشر حررت سعر الصرف النهاردة العملة الناس كلها بتالحق ده سعر الدولار بيقع ايه الحق الجنيب يطلع ايه الحق ده اللي بيحصل في مصر في وقت فيه ازمة عالمية في الابواب صد المصري واقف على طوله لان احنا ماشيين صح لعندنا سرقة ولعندنا زي اردوغان جوز بنته مخليه وزير مالي تخيلوا لو في مصر يا لا اله الا الله لو في مصر عندنا حاجة زي كده تفرج على هؤلاء وبلال ابنه بلال اردوغان فالفين والفين وطلعتاشر تقريبا الفين وطلعتاشر شهر ديسمبر الفين وطلعتاشر اكبر قضية فساد شارك فيها بلال اردوغان مع رضا ذراب اللي هو الايراني اللي كان بيبيعوا فيها بياخد بترول مقابل زهب في سر طبعا وتم اكتشاف الامر اكتشف مين اللي اكتشف الامر رجال القضاء والنيابة اللي هم قال تابعين لفتحالة جولن فتحالة جولن قال له عليك بقال لأردوغان في رسالة ان احنا نحارب الفساد ونواجه الفساد حط الراجل في دماغه وحصل الانقلاب الاسطوري اللي اتعامل المصرحي ويتخلص من كل هؤلاء التابعين لحركة الخدمة اللي العلامة محمد تتحالة جولن نتيجة فساد ابن بلال ليه بقى فابن بلال فاسد في قضايا معروفة وقروها جوز بنته اللي هو وزير مالية دلوقتي وانا بتكلم مش زمان دلوقتي وزير مالية خرب المصارف والبنوك في 32 يوم قد الليرة التركية نهارت وقادة ديون التركية فانا بتكلم على واقع ملموس والمستثمرين اللي الاتراك عارفينه والمصارف التركية عرفاه واردغان بيفرفر وبيحاول يخلي تميم يساعده لكن تميم فلوس القطريين حرام عليك وفلوس القطريين لن تنجل اقتصاد التركي الذي وصل الى حفة الانهيار